بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يارب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد شهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم الحياة أخلاق أول فقرة بنبدأ بيها مع أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها النهاردة إن شاء الله نعيش مع اسم الله الرزاق الرزاق هو المستغني بذاته عن جميع خلقه ويتكفل بأرزاقهم الرزاق سبحانه وتعالى هو الذي يعطي كل كائن حي ما يحفظ به حياته الرزاق والرزاق الرزاق بصيغة المبالغة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرزاق ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية والرزاق كذلك وردت في القرآن الكريم عندنا في صورة المائدة وإذ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وردت كذلك في صورة المؤمنون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وردت كذلك في صورة سبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ووردت كذلك في صورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله هو الرازق والله هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة في السماوات والأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله جل وعلا يرزق جميع الخلائق يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء ورد في الأثر إن الإمام الحسن البصري في يوم من الأيام جالس على مأدوب الطعام هو وجماعة من طلابه فجاء قط وهم يأكلون فرمى له لقمة فأخذها القط وانصرف بعد شوية عاد القط مرة ثانية فأعطاه لقمة ثانية أخذها وانصرف ثم جاء مرة ثالثة فأعطاه لقمة وقال لأحد طلابه فليتبعه أحدكم ينظر أين يذهب القط دا إيه حكيته فتبعه واحد من طلاب الحسن البصري فوجد أن القط يصعد إلى سطح بيت ويضع اللقمة في فم قط أعمى فقال الحسن سبحان الله حيوان بهيم ساق الله له رزقه على يد حيوان بهيم فكيف بمن عبد الله ووحد الله ألا يرزقه الله فيا من طغيت فسيح الأرض ملتمسا مالا وأنت بالأموال موعود قد تحرم الأسد قصرا عن فريستها وفي صخور الفياف يرزق الدود لا شيء أعجب في الأنام من رجل يرجو الخلائق والخلاق موجود الله هو الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحين امرأة من الصالحات مات زوجها فقالوا لها ماذا أنت فاعل مات الزوج مات السند مات العضض مات الذي كان يأتي بالطعام والكسوة والنفقة فقالت المرأة الواثقة بربها عاهدته أكالا ولم أعهده رزاقا مات الأكال وبقي الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا ابن آدم لعليك فريضة ولك علي رزق فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون العلماء عدوا للرزق أسباب قالوا للرزق أسباب ستة محققة تقن توكل صلاة صدقة كذا الاستغفار ثم التحرك كل جاء في الكتاب مدرك لكننا من جهلنا لم نعملي إلا بما يتعبنا من عملي نسأل الله جل وعلا أيرزقنا من واسع فضله وأيتجلى علينا بأنوار وأسرار اسمه الرزاق اللهم أمين